يواصل معبر رفح استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين حيث يتم دخول عدد كبير من الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية ومواد الإعاشة بالإضافة لدخول شاحنات للوقود من السولار والغاز بالإضافة لاستمرار استقبال المصابين ليتلقوا العلاج بالمستشفيات المصرية وأيضا استقبال مزدوج الجنسية والمزيد يطلعنا عليها الزميل محمود جميل أهلا وسهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين نرحب بكم من أمام معبر رفح البري لازلنا نتابع معكم دخول المساعدات والشاحنات عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة من المساعدات الجذائية أو الطبية وكما نشاهد الآن هناك بعض الشاحنات التي أفرغت حمولتها بالطبع وخرجت الآن من معبر رفح وهذا بالإضافة إلى الشاحنات الموجودة التي دخلت منذ صباح هذا اليوم لإفراغ حمولتها في معبري كرم أبو سالم أو العوجة طبعا هذه الشاحنة من دولة ليبيا تدعم الأشقاء الفلسطينيين هذه هي خارجة من المعبر بالإضافة بالطبع إلى شاحنات الوقود الموجودة المصطفى أمام معبر رفح البري بالإضافة إلى الشاحنات الأخرى المصطفى أيضا بعدد كبير من المستلزمات الطبية والمواد الجذائية التي تستعد للدخول إلى من خلال معبر رفح هذا عقب الشاحنات التي دخلت صباح هذا اليوم نتحدث تحديدا عن 83 شاحنة دخلوا بالفعل عبر معبر رفح تحديدا 40 شاحنة من معبر كرم أبو سالم و43 شاحنة من معبر العوجة وما وصل بالفعل إلى المنطقة المحايدة تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة نتحدث عن 60 شاحنة بالفعل وصلوا إلى المنطقة المحايدة تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة بالإضافة إلى استقبال عدد من المصابين نتحدث عن أنه منذ صباح هذا اليوم تم استقبال عدد من المصابين نتحدث عن عشرة مصابين بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية 300 وافد من مزدوجي الجنسية وصلوا بالفعل إلى معبررفح ومنهم من خرج منذ قليل وبالطبع عندما تحدثنا معهم تحدثوا عن صعوبة الوضع هناك ولكن أيضا تحدثوا وأشادوا بالإجراءات الميسرة لهم داخل معبررفح وبالتأكيد هناك مساعدات بالنسبة لكبار السن وتوفير بعض الكراسي المتحركة لهم هذا بالإضافة إلى المساعدات التي دخلت بالأمس نتحدث عن 169 شاحنة دخلوا بالأمس منهم سبع سيارات إسعاف من دول الكويت وقطر والسعودية بالإضافة إلى أيضا شاحنات الوقود نتحدث عن ست شاحنات وقود بالفعل دخلوا اليوم منهم أربع شاحنات للسولار وبالإضافة إلى شاحنتين للغاز وأيضا تستمر دخول المساعدات بالإضافة إلى الشاحنات المصطفى أمام معبررفح تستعد لدخولها لدعم الأشقاء الفلسطينيين عودة إليكم مرة أخرى اشتركوا في القناة